السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي معنا اليوم وحد صيغة ربانية لجلب الخيرات والرزق الناس اللي عندهم طاقة سلبية الناس اللي عندهم مشاكل في المال الناس اللي عندهم قلة الوفرة كيفاش غادين جدوا طاقتنا في المال كيفاش غادين جبوا عشوب في هذا رجب رجب رائع في التبخير وجلب الخيرات حاولوا أنكم جبوا هاد العشوب ساهلين مهلين ورائعين وغادي تخلطوهم وغادي تديروهم وغادي تحسوا بريوتكم بأنكم عندكم طاقة إيجابية إن شاء الله إن شاء الله كيفاش غادي نحضر هاد البخور هاد البخور لجلب الخيرات هو بوحده لما تقرأ عليه فيه طاقة إيجابية طاقة نورانية إذن الوصفة معنا اليوم للمال والرزق والرزق في البيت وحتى لبخرتي ولدك ولا زوج ديالك عاطي لعني العمل تيكون إن شاء الله لحظة إن شاء الله يجيب له الله تسخير ويجيب له سبحان الله العظيم يكون عنده رزق إذن الرزق بيدي الله الرزق بيدي الله إحنا تنحط لوصفات وآيات من القرآن الكريم ولكن إحنا عشابة تنعرفوا العشوب ليسيصلحوا للرزق ليسيجلبوا الرزق فيهم طاقة إيجابية إذن العشوب ليسي سهلين أنك تدرسهم ولكن أنك تكوني تعرفي طاقة ديالهم وكيفاش خاصتك تخدميها إذن عدنا المكونات سهلين مهلين تخرجي عند عطار وغادي تكون هذاك العطار يكون مزدهر العطار يكون طاقة إيجابية عنده الرواج إذن هذا من الطقوس الشعبية والطقوس المغربية الشعبية هي أنه يكون مكان مزدهر يكون مكان فيه رواج باش تاخدي من عنده هذا البخور يريد تروحي يوم الخميس يوم الخميس دائما المشتريات الخميس ستكون إيجابية مقبلة على الجمعة وتقرأي ليلة الجمعة إن شاء الله بحول الله وقوتي إذن غادي نفتح ناصبنا نفتح ناصبنا وحتى طاقة ربانية اللي سهلة مهلة في نص الوقت ما تحتاجيش أنك تعد بيحتك في القراءة أول حاجة من خدينا العشوب أخدينا العشوب سنأخذ واحد العطر يكون عود أو عطر مسك أو عطر أي عطر عندك أي عطر عندك ترشي تبليه بحالة درنبلل أو عطر وغادي نأخذ هذا البخور اللي غادي إن شاء الله نذكره لكم إن شاء الله أول حاجة سنأخذ السنوج أول حاجة السنوج أو حبة البركة أنتما نقرب لكم الصورة حبة البركة أو السنوج عدنا المسكة الحرة المسكة الحرة المسكة الحرة عدنا أم الناس أم الناس يلحنين على كل ناس جيبي ظهري من كل ناس إذن الناس اللي عندهم الصداع عندهم قلة الوفرة عندهم قلة المال اعتمدوا على الخزامة مع أم الناس ما بين العصر والمغرب دائما تبقى تبخري أنا تشوفي الفرج قريب وتقري على صورة شرح أما هذا بخور جلب للمال جلب للمال إذن هو جداب للمال عدنا المسكة الحرة وعدنا أم الناس عدنا الحرمل الحرمل فهذا الشهور مزيان لاش نحطه لكم هو الحرمل موكل كل حبة موكلة بملك حتى التحرق عدنا عدنا بخور طيب إذن ساهل مهلت البخور ولكن لبخرتي بولدك معطل على العمل أو بنتك ما تزوج رائع بإذن الله إذن سأخذ أم الناس سأخذ بخور طيب سأخذ الحرمل سنوج سنوج يطهر المكان ويطرد الشياطين أم الناس إلى عندك قلة قلة الرزق تتحييد لك الباس لف المال لف الأولاد تتحييد لك الصداع تتحييد لك المشاكل تتحييد لك حاجة اللي بغيتها أنها تتحييد من المنزل تنوي وتقرأي إذن عندنا البخور الطيب البخور الطيب البخور عود خشب يكون كيمكن خيص وغالي مهم تكون حاضرة النية النية أبلغوا من العمل النية تكون حاضرة غديحضر الخير والبركة في كل الأمور إذن الخير يحضر مع النية النية اللي ما فيش النية رمات نجح معه توصبا كين الناس اللي عندهم قلة النية وخطعتهم اللي عطيتهم رمات نجح معهم بتحاجة إذن النية أبلغوا من العمل غدي ناخده هذا البخور هذا البخور الطيب عندنا الحرمل عندنا أمو الناس عندنا السنوج عندنا المسكة الحرة المسكة الحرة تجلب الرزق ومزيانة تترد الشياطين وتجلب الرزق وتتحييد أي سحر أي حاجة تتحييده إذن هذا البخور غدي نقرأ عليه الفاتحة 21 مرة الفاتحة 21 مرة تقرأي وتنفتي تقرأي وتنفتي تقرأي وتنفتي آية من صورة الفتح 21 مرة إن فتحنا لك فتحة مبينا وانتي تتقولي تتوقفي تتقرأي ثمانية المرات أو خمسة وتتوقفي تقولي اللهم افتح عن ابني فلان ودفلنا اللهم افتح عن بنتي اللهم افتح عن زوجي اللهم افتح عن هذه العتبة اللهم افتح لنا جميع المتاعب اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا جميع الأمور دينا اللي مغلقة اللهم افتح لنا أي حاجة بغيت تفتح الدقريها إن فتحنا لك فتحة مبينا إن فتحنا لك فتحة مبينا حتى تكملي 21 مرة مع صورة الفاتحة مع اسم الفتاح يا فاتح يا فتاح يا فاتح يا فتاح مئة مرة يا فاتح يا فتاح افتح لنا جميع الأبواب المغلقة يا فاتح يا فتاح افتح لنا جميع الأبواب المغلقة ستقرأ سبع مرات هذا الاسم من أخطر الأسماء يا جبار الخواطر يا جبار الخواطر أجبر بخاطر ابني فلان ودفلانا دخلت عليك باسم الجبار اللهم جبر خاطري اللهم جبر خاطري باسم الجبار يا جبار يا جبار سبع مرات يا جبار يا جبار يا جبار جبر خاطري أقسمت عليك باسم الجبار أنت جبر خاطري في كده وكده تقولي أقدرتي تقوليها بعدد مفتوح قوليها بغيتي تقوليها غير سبع مرات تقوليها بغيتي تقولي اسم الجبار سبع مرات وتقولي الدعاء ثلاث مرات تقوليها ايدا اسم الجبار هو يجبر الخواطر الملك ديالو قوي جدا اسم الجبار يا جبار الخواطر اجبر بخاطري اقسمت عليك باسم الجبار انت اجبر بخاطر ابني في الزواج او في المال او في العتبة ربي افتح لكم في المال وإنت إذا تقرأي وتتنفتي تقرأي وتنفتي سبحان الله هيكون عندكم واحد طاقة إيجابية بإذن الله في كل الأمور لأن هذا البخور بخور رباني مع القراءة الفتح اسم الفتاح يا فاتح يا فتاح فاتحة هي رقية شرعية مع آية من صورة الفتح هي من أقوى الآيات لفتح أي أمر إن فتحنا لك فتحة مبينة اللهم افتح عني في مالي في أولادي في رزقي في كل شيء أذكر حاجتك وقت القراءة وانت حطها في الضمير ديالك إذن هذا البخور يمتغل أن نتبخر به إذن الصبح الظهر العصر المغرب هذو أربع أوقات أو الفجر انتوا مبخروا لأنه رائع ولكن اللي يبغي الرزق يحاول يبخر الصباح نحل الوقت اللي يكون بغي نبخر يكونوا النوافد مسدودة ونبعد نحلهم وقت ونشغل صورة البقرة ثلاثة أيام نبخر بديت الخميس نبخر بديت قريت عليه ليلة الخميس غالي نبخر يوم الجمعة يوم السبت يوم الحد بديتوا باتنين بديتوا باتنين الناس اللي عندهم وقت يشريوا الخميس رمزيان اللي ما عندوش رايشري في أي وقت ويديروه في أي وقت ويبخر ثلاثة أيام في الأسبوع على نية جلب الرزق والمال وأي حاجة اللي بغيتي أو المرأة اللي عندها الزوج ديلا بخيل اذكر اسم الجبار مئة مرة وتقول يا جبار الخواطر أقسمت عليك باسم الجبار أن تجبر خاطري في زوجي يعطيني مال يرزقني الله من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب لأن الله هو الرزاق هو اللي غيسخر لك الزوج ديالك هو اللي غي يعطيك المال يا جبار الخواطر أجبر خاطري في زوجي يعطيني المال إلا كان سقرام كان ما سيعطيكش الفلوس إذن من حقه يعطيك المال لأنك استحقي أنك تشتري تعطي نقود لأمك أي المرأة دائما تكونوا خاصين الفلوس باش أنها تحاول أنها تشري يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون الناس اللي بغين المال بغين الرزق بغين الوفرة بغين أنهم تكون عندهم طاقة إيجابية يحاولوا أنهم يأخذوا الخزامة أم الناس ويدوموا عليها أسبوع بالكامل مع العصر الوقت ديالها العصر الناس اللي عندهم مشاكل دائما تصدعوا المشاكل في البيت يأخذوا يأخذوا أم الناس ويقرأوا عليها معودتين وصور الكافرون يبقى يبخروا بها دائما في الصباح أو مع العصر إذن تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى ربيعونكم ويسخر لكم جنود الأرض والسماء يكون لكم عون وعين فيكم وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله